اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير هل برأيكي انا من اجعلها اسوأ يا سونا؟ وفي الاعلان تظهر ردة فعل سونا عندما يقول لها فريد ذلك حيث من الواضح انها ستقول له نعم فمن المحتمل ان سونا ما زال تغار من سيران لذلك ستقول لفريد ان يبتعد عنها وفي نفس الوقت عندما تسأل سيران سونا عن فريد سونا ستقول لها انه ذهب وقرر الاتعاد عنها كما رأيتم بهذا الفيديو القديم الذي نشرته عن تحليل الاعلان الاول من الحلقة الرابعة والسبعون وقلت فيه ان سونا هي سبب انفصال وبعد سيران عن فريد وهذا الشيء الذي تم توضيحه في الاعلان الثاني للحلقة الخامسة والسبعون ولنحلل الاعلان سويا اول شيء ظهر في الاعلان ان فريد كان يذهب كل يوم لسيران في المستشفى وفي جميع الفصول الشتاء الربيع الصيف والخريف انه لم يتخلى ابدا عنها ولكن في كل مرة كان لم يقابلها لنعود للبداية في بداية مرس سيران كانت هي من ترفض مقابلته وكانت تريد ابعاده عنها اولا لانها لا تريد ان يراها مريضة ولا تريد احزانه ومن الممكن يوجد حدث مثلا انها اجهضت طفلها او شيء اخر جعلها فعلا لا تريد فريد ولهذا سيران وفريد لم يتقابلان في مرضها وكانت دائما سونا هي التي بجانب فريد عندما يأتي للمستشفى في جميع الفصول وجميع المشاهد يعني ان سونا هي حلقة الوصل الوحيدة التي كانت بين سيران وفريد في البداية سونا فعلت ما طلبته سيران منها وهو عدم رغبتها برؤية فريد وهذا ما وصلته سونا لفريد ان سيران لا تريد رؤيته لغاية الان سونا لم تفعل شيء الا بموافقة سيران ولم تكن لديها نية سيئة الا عندما ظهر سنان في حياة سيران هنا حصلت خطة معينة لابعاد سيران من فريد قد تكون من وضعت هذه الخطة هي سيربل والتي لديها فيديو لسونا وفكرية وممكن ان استخدمت هذا الفيديو لتهديد سونا والضغط عليها لتنفيذ خطة سيربل بابعاد فريد عن سيران وبمساعدة سنان هل سنان مشترك معه في الخطة؟ ام كان وجوده صدفة وهم استغلوها؟ هذا الشيء سنعرفه بالحلقات القادمة ولكن بالتأكيد هناك سبب للذي فعلته سونا بشقيقتها وابعاد فريد عنها او منذ بداية احداث الموسم الاول كان تعريف شخصية سونا انها تغار من سيران وسيكون هناك عداوة بين الاختين لذلك من الممكن ان الكاتبة عادت للقصة الاصلية وهي العداوة بين الشقيقتين سونا وسيران في الاعلان مثل ما قلت لكم كان فريد يأتي لسيران كل يوم وفي كل الفصول ولكن لا يراها يعرف فقط انها حزينة ولا تخرج من غرفتها في هذا الوقت تعرفت سيران على سنان وهو مريض يسكن بجانب غرفتها وبدأت بينهم صداقة وكانت سيران تحكي له عن حبها لفريد وعن عدم وجوده بجانبها بهذه الفترة الصعبة اي ان الحديث بين سيران وسنان كله كان عن حبها لفريد لذلك كان راغيرة سنان الكبيرة من فريد لانه يعرف مدى حب سيران له وفي احدى المرات لا اعرف ان كانت صدفة ام تخطيط من سونا عندما اتى فريد لرؤية سيران وجدها في الحديقة تمشي مع سنان وتضحك وتتكلم معه ووجد معطف سنان عليها ايضا عندها سونا قالت له يجب ان تترك سيران وهنا فريد انهار ولم يتقبل الفكرة وذهب بعدها وفي يوم من الايام اتى فريد ومعه باقى من الورود لسيران لمحاولة اصلاح الوضع بينهما ولكن ما تفاجأ به خبر من سونا ان سيران قررت الطلاق منه وبدأت في الاجراءات لذلك اسقط فريد باقة الورود من يده كما رأينا في الاعلان هذا توقعي ولكن ممكن ان يكون سبب اخر لهذا المشهد بعدها بالعودة بينما كانت سونا تقول لفريد ان يبتعد عن سيران كانت سيران تنتظر زيارة فريد لها وكانت تعتقد انه لا يأتي لها وغير مهتم وتركها باصعب ظروفها وهذا ما قاله سينان لسيران في المستشفى انتي سوف تستمرين في الانتظار؟ وردت عليه سيران قائلة لا اعرف ماذا سوف افعل غير هذا يبدو لي وكأن الوقت توقف منذ رحيل فريد لذلك من كلام سيران نفهم انها كانت تتمنى قدوم فريد لها في المستشفى وبعدها ظنت ان فريد تركها ووجدت سينان بجانبها الذي اصبح عاشق لها ورافقها برحلتها للعلاج وتشارك نفس الاقدار وهو المرض واختنعت سيران ان سينان هو الافضل لها واقنعت نفسها بانها نست فريد تماما وانها اصبحت عاشقة لسينان ولكن الحلم الذي ستحلمه سيران بفريد سيذكرها انها لا زالت تعشق فريد ولم تنساه ولم تحب سينان كحبيب ابدا اخر شيء احتمالات تصرفات سونان بتفريق فريد وسيران هي اولا غيرت سونان من سيران ثانيا تهديد سيربل لسونان بالفيديو ثالثا وعود سينان لسونان بتزويجها من عابدين ويجعله يعمل لديه وتتطلق من كايا رابعا حسن نية سونان وتفكيرها بان فريد يؤذي سيران ومن الافضل ابعاده عنها خامسا طلب سيران من سونان بان تبعد فريد ولا تراه ابدا ما رأيكم وما توقعاتكم انتم وتحليلاتكم شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بفيديو جديد